وإلى شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه التي أعلنت عن تحقيقها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي أي بنسبة ارتفاع تعادل نحو 26.14% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وفي أفصاحها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أوضحت شركة أن ربحية السهم بلغت ثلاثة فلوس خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري مسجلة ذات الربعية المحققة في نفس الفترة من عام 2021